متابعي اليوم السابع في كل مكان اهلا بكم بنحييكم وبننقل لحضراتكم بثا مباشرا من محافظة الشرقية ومتابعين مع جمهور محافظة الشرقية الذي يؤاذر الفريق او المنتخب المصري وجميع هنا يدعو بالفوز ومتأكدين ان المنتخب المصري قادر على تحقيق الفوز ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كل الكافهات والنوادي ومراكز الشباب مكتزة بالجمهور خارج النادي برضا جمهور كبير بيحضر ومتواجد عشان يدخل النادي لسماع المباراة وتشجيع النادي او المنتخب المصري النهاردة هنتكلم مع الجمهور وحنشوف رأي الجمهور ايه النهاردة في المباراة وتوقعتهم ايه لمصر عرفنا بنفسك خالد اهلا بيك يا كابتن خالد قول النهاردة توقعتك ايه للفريق المصري ان شاء الله من داخل نادي الشرقية بمهارة اللعيبة والمستوى العالي والرشاقة والتحكم البدني في الاهداء ويكون اللعيبة وقتين مع بعض الاتجاه ماتش جميل ويكون نتيجة كويسة الفوز فريق مصر يا انت بتأكد زي ما قلتل ان مصر قادر على تحقيق الفوز ان شاء الله والله محمد صلاح ربنا بارك فيه هو رقم واحد من اسمنا انا قراجل لاعب كراتيه وكيك بوكسين فبقول هو وصل لدرجة مهارة عالية جدا وتحكم عالي والتنزان عالي صعب اي لاعب ريادي يصل هذه الدرجة وياليت اللعيبة اللي معها صعب ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله نبارك لبعضي بعد نهاية المطش ان شاء الله عرفنا بنفسك احمد مهر العيد اهلا بك قولي النهاردة توقعاتك ايه بالنسبة لفريق المنتخب القومي طبعا فكرة التوقعات غير فكرة الدمانية احنا بنتمنى ان شاء الله فوز المنتخب المصري وان شاء الله يرفع رؤزنا لان احنا فراعنا مقدرون ان شاء الله على ان احنا نتجاوز اي فريق حتى لو على عرضه فاحنا منتخب يصنع البطولات والمعجزات في كل وقت طبعا منتخب مصر فراعنا اصحاب حضارة 7000 سنة قولينا السابكة والتقدم طبعا في المبارادية لان احنا داخلين بسبع بطولات احنا بنبص وان شاء الله جتمنا النهاردة معانا الفريق لا يستهن به في بداية الدورة او بداية البطولة قالوا ان مصر مش قادرة انا بقول مصر قادرة لا اسباب كتيرة معانا حتى لو كنا في الاداء لا يرد الجميع ولكن هنقدر بإذن الله معانا اسماء تخض من اول الاسماء محمد صلاح اسمي كبير معانا النني معانا غيره 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 اسماء كبيرة جدا فاحنا بنتمنى ان شاء الله فز المنتخب المصري وفرحة الملايين وابن الشرقية محمد محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم ابن محافظ الشرقية طبعا الشرقوة كلهم حضرتك في الصرح الكبير ده صرح ما ديك شايف نادي الشرقية والشرقوة بيشجعوا الروح الكتالية طبعا احنا عندنا تلاتة في الشرقية تلاتة الشرقوة طبعا اللي يابد لهم السبك طبعا طوله عمرنا الوحش طبعا وانت متعب قبل كده طوله عمرنا الشرقية طوله عمرها يا ولادة بإذن الله بندعي كلنا ليه ومنطقة بمصر بإذن الله وانا شايف ان احنا قادرين ان شاء الله على التحدي وان شاء الله قادرين بإذن الله كلمة السر النهارده بإذن الله كابتينه مثر محمد صلاح وكل خط النصس ان شاء الله ان نفرح ان شاء الله وتفتكرني بعد المدش ان شاء الله ادنين لمصر بإذن الله ان شاء الله ياسمع منك ربينا ان شاء الله متابعة اليوم السابعة كما تراونا جمهير الشرقوة يجلسون أمام أشاشات لمؤذرة المؤذرة المنتخب القومي قل يعرفني بنفسك كده انتين نهاردة متوقعين ان شاء الله المنتخب اكسب بإذن واحد احد الانتين واحد المنتخب بإذن الله صلاح وتريزيجي بإذن الله ان شاء الله بإذن الله بنوحييك وان شاء الله بإذن الله مصر قادرة ان شاء الله تحية مصر دحية مصر. المتابعي اليوم السابع كل جماهير الشرقوية تنتظر لحظات البدء. ما زلنا داخل نادي الشرقية الرياضي. كما ترون حضراتكم الجمهور ايضا متواجد بشكل كثيف امام شاشات لمتابعة ومؤذرة الفريق القوم المصري. كما ترون حضراتكم هؤلاء الجمهور الشرقاوي ما زال ومنتبه تماما لبادة المباراة. هكذا متابعي اليوم السابع. نادي الشرقية الرياضي يكتظ عن بكرة ابيه امام الشاشات في كل اماكن والطرقات كما ترونه كل هؤلاء ينتظرون لحظات بدء المباراة. اه اعرفنا بنفسك. انا شريك مكاوي. اهلا بك نادي الشرقية. اه. قل النهاردة توقعتك انا شايف الجمهور الشرقاوي ممالي النادي بالشكل جميل جدا. والساحات ممتلئة. والشاشات مفتوحة امامهم. ان شاء الله بيزن الله المنتخب المصري يحقق كل امالهم يعني. اه قبل اي حاجة انادي موفر قاعد اه الشاهد شابراوي وقاعد الشاهد المنسي للاعضاء اه اه في كل عشان وفيهم شاشات عشان المطس. اه دي حاجة ان شاء الله ربنا يكرم المنتخب. بس ممكن الفوزي تأخر شوية عشان ظروف الملعب والمهور ودي الدولة المضيفة. فان شاء الله مصر هاتفوز. بس ممكن تتأخر نلعب طلبه الجزئة. ربنا يكرمنا ان شاء الله وانا وصلتش ضربات الجزئة. اه يا رب اللهم امين. احنا كمان اه النهاردة اه جنبنا مباشرة اه الكابتن محمد عبدالمنعم لاعب المنتخب في المصر. اه طبعا 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 طبعا. يعني. فقر 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 الفقر النادي الشرقية طبعا وابني من ابناء الشرقية من نشئين الاهلي ان هو ان شاء الله بالمتخب ربنا يكرمه وابطاه ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. ما زلنا داخل ساحات نادي الشرقية الرياضي كما ترون حضراتكم هؤلاء هم جمهور الشرقية ينتشرون في كل مكان يتابعون وينتظرون لحظات بدء المباراة في كل الساحات يتواجدون الجميع يؤكد هنا أن الفريق أو المنتخب المصري قادر على تحقيق النص وقادر على رفع اسم علم مصر خفاقا عاليا وطبعا كل جمهور العريضة حاطة أمال عريضة جدا على محمد صلاح كابتن مصر والعالم والذي يعد موهبة وهباها الله للكرة المصرية أرسى أخلاقا جميلة كما ترون حضراتكم الجمهور متواجد بشكل كثيف جدا وما زال هذه الأبواب ما زال الجمهور يتوافد حتى الآن متابعي اليوم السابع في كل مكان بنشكركم شكرا جزيلا نقلنا لحضراتكم بثا مباشرا عن اقبال الجمهور الشرقوية لمتابعة مباراة المنتخب المصري ومؤذرته والجميع هنا يؤكد أن مصر بإذن الله ستحقق النص متابعي اليوم السابع في كل مكان بنشكركم شكرا جزيلا محدثكم محمد عبد العظيم شكرا لكم وإلى اللقاء في بث آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته